يضيكم العافي جميعا وحياكم الله في بوركاست مونيون اليوم ضيفني كان الفنان ميثم عبدال ميثم نحاة تقليدي ورقمي وعنده خبرة وتتجربة جميلة جدا في هذا المجالين كانت حلقة جدا ممتعة واستفت منها كثير على الصعيد التقني والشخصي وحتى الفني تكلمنا فيها عن بدايات ميثم وكيف اختار النحت كمجال يكمل فيه تكلمنا أيضا عن نصائح لأي شخص يبدخل مجال النحت الرقمي طباعة المجسمات الثريجي وأشياء ثاني بعد أتمنى أنكم تستمتعون لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب ميثم يعطيك العافي وكيف حالك الله يعافيك عزيزي أشكرك فعلا أشكرك أنك عطيتنا من وقتك وديت هنا على البودكاست وأنا مقدر لك هذا الشي فعلا تسلم عزيزي أنت المشكور على الدعوة حياك طبعا بس المعلومة للناس التي تابعنا أن أنا كلمتك في 2018 صحيح صحيح وفعلا كانت أعمالك من الأعمال خلتني خلتني أستمر في هذا المجال لأن إذا أنا أرى ناس خاصة لما أرى ناس من محيطنا يعني يكونوا جدا مبدعين وأنت ما شاء الله عليك يعني أنت ماسك شغلتين وهي موضوع اللي نسميه الترادشنر أقدر أسميه الترادشنر صحيح والدجيتال فهذا يعني ما شفت واحد بس وكان هذا واحد من اللي درسوني في الدرس في أكاديمي حظيم ما شاء الله وهو واحد من المطورين مال زيبراش أساسا كان حظيم ما شاء الله عليك ما يثم صراحة فأنا أريد أن أقول لك فعلا سعيد وأتوقع أن هذا البوردكاست بالذات سوف يفيد ناس ويعطينا وجهة نظر جديدة لأن هناك شغلة نحن دائما مركزين عليه موضوع السوفت وير وأن دعنا نتعلم السوفت وير لكن أتوقع معاك أن نأخذ منظور ثاني مختلف تماما لكن أريد أن أبدأ من البداية ميثم تعطينا نبدأ عنك وكيف دخلت المجال ميثم عبدال فنان تشكيلي في البداية بداية رسام يعني مبلأ وأنا صغير طفل كان الطين دائما يستهويه يعني من الروضة ذكر لما يقولون أن اليوم أتوقع كانوا الأبلات كسالة فيحطوا لنا الطين وخلاص ما أدري زي بس أنا بالنسبة لي كان أجمل شيء ممكن يساوونه يحطوا لنا طين من ذاك الوقت كان عندي الرسم والطين بس بالنسبة لي الطين كان لعب استمرت في الرسم إلى أن دي شيء كلية التربية الأساسية تخصص تصميم داخلي يعني نص دراستي تصميم داخلي نصها جانب تربوي لذلك كان التالي صرت معلم تربية فنية بعد ما قضعت شوب تقريباً لعمر السبعة وعشرين سنة شفت يعني خط تجارب مختلفة في الفن بالرسم الدجيتال بالألوان المائية بالزيت بالخزف بالحذر بالروح يعني هذه التجارب الطبيعية اللي مرت فيها أي واحد شغل في الفن بس ما أصلت لشيء أحس أن أنا أنتميلة بما يكفي أو بالأحرى ما كنت أحس أن أنا عندي استعداد أبذل الساعات مثل ما كنت أسمع مثل يعني عندنا في واحدة من اللقاءات الفنان أيوب حسين الله يرحمه واحد من الأساتذة الكبار في الفن الكويتي التشكيلي كان يقول أقعد على اللوحة خمس ساعات بالنسبة لي ساعتين كان صعب أصلاً أزهج ما عدا اللحظات نادرة تشبك فيها بشهر أو بسنتي كما رأى بعدها بحثت في داخل نفسي بعد نصيحة عن هذه القصة دائماً أقولها بس أنا فعلاً أشوفها هي المنبع الحقيقي علشان أنت تبدل هذا الوقت المجنون والعطاء المجنون بالذات في النحة كانت نصيحة عمي الفنان التشكيلي فريدة عبدال قابل لي ميت أم طالع داخل قلبك شوف وين يروح قلبك على أي تجاه وفعلاً يعني جربت أكثر من شغلة بس لما نيت عند النحة دخلت وما قدرت أطلع يعني خلاص حسيت أن أنا لقيت الباب اللي كنت مضيعاً الزمان النصيحة بقدر ما هي بقدر ما من بره بسيطة بس لها معنى كبير يعني هي المفتاح المفتاح الباب المكفول أمامك فعلاً إيه يعني بس وهذه الرحلة كانت من ذاك الوقت في النحة حلو أن هذه كلمة البحث وتشوف قلبك وين يؤديك هذه فعلاً أتكلم فيها زياد لأنه يعني هذه الشغلة المعاناة للواحد يحسها أو الفنانين يحسونها وصعبة تشرحها لأي واحد يشتغل في أي شيء ثاني يعني في ناس أنه يروح الدوام يرجع يروح للشباب وخلاص بس أن هذه يعني أنا كن مياك صريح دي المعاناة يعني تقتل فعلاً تقتل صح فأنت كم أخذ منك الوقت أن من هذه النصيحة لينما فعلاً وصلت ل يعني حسيت أنه خلاص أنا وصلت حقاً كم أخذ منك شوف وصلت تقصد الطريج نفسه صحيح؟ يعني خلاص طمنت أنه هذا المكان يعني أنا أقول لك أنا بالنسبة لي التجارب اللي خذتها من قبل خلتني أتعرف على واحد أشياء عف نفسي فيها فيمكن التجارب عندي خلاص خلاص أو كنقول الأشياء اللي شطرتها بوقع أكثر يعني شغلات بسيطة كنت ناوي عند الشيء لما بحثت في قلبي شفت عندي ميل بالدرجة الأولى لجسم الإنسان سواء رسم سواء تشكيله نحت كان عندي ميل لشغلتين بالدرجة الأولى إما الانيميشن وإما النحت وكان مفتاحهم إن أنا أدخل إن أتعلم التشريح حتى أحرك جسم الإنسان بزوايا مختلفة لازم أتعلم تشريح جسم الإنسان لو البيسيكس بس إنه حشان خلاص أنا بلفه بزوايا مختلفة ما أقدر أي بمودل في كل لحظة الشيء الثاني إن أنا أدخل من بعد التشريح النحت وكانت محطتي الأولى أو خنقول أول شي دخلت بعض التشريح بعدها كانت أتوجه للنحت بعد ما توجهت للنحت بدأ ممارستي للرسم أو بدأت ممارستي للرسم أتقل يعني كان الكلام هذا 2012 من 2012 إلى 2015 أنا كنت أعتبر نفسي رسام ثم نحات الآن أقدم نفسي طبعا 2015 إلى 2016 تقل أدائي في الرسم ويزيد أدائي في النحت وبدأت أقدم نفسي كنحات ثم رسام جميل جميل طيب أنا طبعا زي ما قلت لك أنا قبل البوركاست يعني واحد من الأسباب الرئيسية اللي أكلمتك أن أنت عندك منظور مختلف مثل أنك بديت ترادشنار بعدين دخلت الدجيتر حلو وهذا يعطيني انطباع أن أن إذا أنت عارف الأساسيات الفنية ما يفرق الميديم اللي تشتغل عليه إن شاء الله يعني ورقة كمبيوتر أي شيء نسعين صحي فأبيك تبدأ يعني تعطيني من البداية كيف كيف تعلمت الأساسيات النحت نسعين وكيف جاتك الفكرة أنك من النحت اليدوي إلى النحت أو ممارسة النحت الدجيتر طبعا إلى يومك تمارسهم اثنينهم صحيح أو لا؟ صحيح صحيح هل تقدر تعطيني كيف بدأت تدرس أساسيات النحت اليدوي وبعدين كيف انتقلت فكرة انتقالك أو استخدامك للدجيتر تمام بالنسبة طبعا للوقت اللي أنا بديت فيه في النحت الدجيتر كان قوي لكن الـ 3D printing ما كان بقوته بالذات في مجال الـ 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 والـ اللي هي مجسمات السوبر هيروز الفيديو جيمز الأنمي شغلات هذه الـ 3D printing ما كان فيه قوته ولازال في ذاك الوقت السوق يعني ما كان يعتمد بالدرجة الأولى على الـ 3D printing فالتقنية كانت تتطور بس ما كان هذا هو الموضوع الأساسي ف وأنا في ذاك الوقت لما كنت أشوف نتائج الدجيتر كنت أحس أن التحدي الصجي يطيح وكان عندي ميول الآن عندي ميول لليدوي أكثر ترى من الدجيتر صحنا في ذاك الوقت لأن الدجيتر أنت تتعلم بعيد عن الشق الفني اللي إحنا نحبه وسبب اللي خلينا نمارس الفن هذا اللي خلاني يعني ما أركز على الدجيتر وتركيزي كان على الأساس الأصلي للنحت النسب الخامة نفسها توزيع الكتل أني أتقن الأبعاد على الخامة اللي أشتغلها أعترض لهني وممكن أترك لك المجال مو مشكلة طيب أرجع لك على نفس الشي الشيء اللي أنا مهتم فيه أنك أنت كنت عارف عن ZBrush صح أو لا قبل الله تبدأ صح صح فالفكرة حين لما جيت فتحت ZBrush حلو كيف تعلم ZBrush طبعا ZBrush الانترفيس ما ZBrush واحدة من أسوأ الانترفيس موجودة صح حتى المبرمج الرئيسي حق البرنامج نفسه هو عارف هذا الشيء صح بس هو محجر وقال لنا الذي درسني واحد من الذين درسوني كان يتكلم معه وقال لك الرجال محجر رأسه صح عموما كيف تعلمت يعني أبيك تعطيني رحلاتك كيف تعلمت ZBrush لين أول عمل سويته حسنا طبعا أنا كل سنة كنت تحسن شوي أكثر في النحت الناس كانت تعجب في الشغل اللي أنا سوي ففي ناس كانت عندها معلومات أكثر مني في موضوع ZBrush وكانت أتي تقول لي ديش ZBrush اللي أنت قاعد تسوي تينا ZBrush يدوي ديش ZBrush أنا كنت أدري أن التطور الطبيعي راح أوصل لZBrush بس أبي أنا الليل حين في أشياء داخلية ما حققتها في أشياء داخلية ما تعلمتها في اليدوي أنا كنت أتابع الفنانين اللي يشتغلون ترادشنر أو سنقول المجال الفاين آرت ومجال الألترا ديتيلز في الفيقرز فخصوصا اليابانيين لا زالوا يعقدوني فبعد ما حسيت أن أنا إيه يعني وصلت للأمور اللي أبي أتعلمها يدويا وبلشت أتعب جسديا لأن يأخذ وقت طويل وساعات كنت أنسى فكنت أنزل بزوايا أذي نفسي حسيت أن الآن أنا جاهز لخطوة اليابانيين جربت في الفين وخمسة عشر انصدنت طبعا مجرد تجربة قطع الصورة قطع رجع اوكي إلى نياي اللي يتصال من بره فما حل يساعدوني لا مشكلة في انصدنت وما عرفت ما يفعل أذكر حتى سويت شغلة يعني في بيت صديقي وخربطت الأمور البرنامج حق اللي ما يدري شي يسوي راح فعلا ينصدن صحيح حسيت أن أنا كاف اللي قاعدة واجهة في النحت اليدوي هذا الشي ما يستهويه يخلى على جنة حلو نعم وبعدها بعدها حسيت أن يعني فعلا حسني نضجت بالنحت التقليدي وصار لازم أنا أخطل الخطوة اللي بعدها طبعا في ذاك الوقت الطابعات 3D وصلت مرحلة في الدقة عالية وتقدر تطبع عندك في البيت طابعات الـ SLA أو اللي يسمونهم ريزن الطابعات الريزن تطورت حيل بحيث أن أنت في البيت تقدر تطلع لدي السمات هاي كوالاتي جميل نحن يشتغل عندي الانترست الحقيقي وبلشت أتعلم كيف تعلمت؟ هل كنت تشوف مقاطع في اليوتيوب ولا أحد من الشباب كانوا إياك ولا كيف؟ كنت أتمنى عندي أحد يعني عربي يعلمني لا معنا ليس قصوراً في اللغة الإنجليزية أنا ليس فعلتها فقط كنت على قدي في الإنجليزي أفهم وكل شيء فقط الطريقة قد يجبها ما معقد وفي يمكن اللي مجرب البرنامج يدري أن في حق الشغلة الوحدة يمكن خمس طرق فن ففي ناس بدلا يقولك أن الباب هنا يلف المدينة يقولك هذا الباب صحيح شعلاً شعلاً فيعقدك بعدين هم الأشياء التي تصعب العملية أن مثلاً التول أو دعنا نقول اللير يسميه سابتول في مصطلحات أنت البرامج الثاني عندك بسيطة ومعناها مسهل يعني هنا يعقدها زيادة فعلاً فأحني أنا صراحة يعني احترت بحث في اليوتيوب عن دورة زيبرو شكتبتها بالعربي يعني أنا عن نفسي ما أحب أروح يعني اللغة العربية ما أريد أن أزايد عليها ولكن خلاص هو البرنامج مصلم تريد ولقيت فعلاً واحد يقول لي واحد زاد واحد سابتني حلو يعني كان يعني شخص صراحة شرحة جداً بسيط وحلو يمكن بطيء لكن كان بالنسبة حق واحد مثلي وحق برنامج مينون مثل زيبروش كان يحتاج هذه المقدمة البطيئة فعلاً فهذا هنا صراحة كانت الجداية وتالي بديت أبدي من تجارب فكل تجربة يتوصل أحياناً لمشكلة المشكلة تبحث عن حل لما تجد الحل تجد روح تقفست قفزة قفزتين واستمرت طبعاً هو التجارب تعلم يعني هذه أحياناً أنت إذا تشتغل بروحك ما رح يكفي إلا أن أنت يعني تكثف ممارستك للبرنامج والشغل صيفاًا كم أخذنا عندك دعنا نقول شيء كما يقولون أنك تكون مرتاح من الناحية التقنية وتوصل للمرحلة أنك تنطلق كم أخذ منك أنك تعرف كل النواحية التقنية التي تحتاجها حسناً 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 بالنسبة لي يمكن المسمى اللي ممكن أطلق عليه اللي هو الورك فلو حلو أن أنا عندي وورك فلو للبرنامج كنت أشتغل زين في زيبراش وكنت أوصل لنتيجة مرضية بالنسبة لي بس أدري في داخلي أن أنا قاعد ألعب مو قاعد أشتغل صح أي واحد متخصص يمكن يضحك عليه في بعض المحطات إذا يشوف البروست اللي أنا اشتغل لك وما كنت يعني ما كنت أقدر أقول إيه والله أنا أقدر أستيلم بروجيكت من أي أحد لأنه أدري أن الورك فلو مالي في عيوب ما تصلح للحصول في 2020 أعتقد اللي هي سنة كورونا صار عندنا الحجر الصحي ففي هذه الفترة أنا كنت طبعاً دائماً أتابع الفنان البرازيلي رفييل غراسيتي أو رافو غراسيتي أعتقد غني عن التعريف نعم اللي كان دائماً يعني يشعل في نفسي الإلهام والرغبة في أني أتعلم أنه هو سريع فعلاً مجنون يعني أنا أنصدم إلى الآن طبعاً طبعاً كان سعيد أو خنقول محظوب بالأحرى أنه هو في بيتي الفترة نزلت تتوريليز فحراست أني أدش وأقتنيها وشاهدها لا زالت طبعاً موجودة اللي يحب يقتني وجداً ثمينة وجداً أنا يعني أنصح الجميع فيها يعلمك الورك فلو كل اللي تشوفه باليوتيوب كثير من التتوريليز الفنانين الثانيين تشوفهم تتعلم بس اللي سوي أحياناً يعني أنت تقول معقولة هذه الطريقة هي اللي تعطيها هذه السرعة بس هي فعلاً يمكن أبسط الأشياء اللي أنت ما تتوقعها يختصر لك إياها ويسهلها ويبسطها وهذا يعني هذا السر سرعته وفي نفس الوقت قوته هني أنا عقدت العزم إنه خلال دعنا نحن محجورين في البيت ولا أقدر أمارس مشاط ورش لا نروح المدارس وندرس الطلاب كانت سنة إنه أنا أكون لي وورك فلو في زيبرش فاشتغلت إذا تشوف ممكن أكاونتي في أو 2020 رحت أعمل أغلبة زيبرش وفعلاً يعني بعد ما أنا يعني درست الأسلوب اللي كان أشتغل الفنان رافيال غراسيتي فعلاً صار عندي وورك فلو أقدر أشتغل ممتاز خنقل خنقل قرابة السنة هذا الجواب طويل وهذا الجواب حلو موضوع الورك فلو نبدخل فيه بس أسألك كيف شغلة قبل قد وين كان صعب أنك تأخذ الأساسيات اللي أنت عارفنها ممتاز وطبقها في زيبرش بالدجيتال قل وين كان صعب الموضوع هل حسيت أنك مرتاحة هل حسيت أن الموضوع بس تقني خلص سؤال الموضوع أو خنقول المواجهة الأصعب في الجانب التقني الفنان الترادشنال خنقول خلاص هو اللي يسويه بإيده طبيعي يطلع ودعا هنا أنت تسوي شي فجأة العين ضراحة تبعيد فجأة البرنامج ما يعطي القدرات اللي أنت عندك إياها وتعرفها تضيع وتبدأ تحس أن أنت يعني توك ألف باء نحت هذا بالنسبة حق واحد مارس نحت يدوي يحتر حسيت أنه هو مخنوق كيف؟ أنا أقولك حقيقة بالنسبة لي من كلب بس هي شوف أنت يعني أنا بالنسبة لي أي العقبة الحقيقية للفنان الترادشنال اللي بدش ديجتال فعلا هذه أنه هو اللي يسوي بالدجتال أو باليدوي مالجا يسوي بالدجتال لأنه في حاجز النقص المعلومات أو عدم معرفته في البرنامج والجانب التقني فيه فبمجرد أنه هو يتعلم اللي في باء البرنامج يمارسه شوية يلقى الحلول التقنية للشيء اللي بطبقه ومع الممارسة رح يتكون عنده ووركفلو إحنا يبدأ أو خنقول يبدي يصير فيه بين قدراته الفنية والأفكار وخيالاته وإبداعه وبين الجهاز أو التقنية اللي يقدر يطبق من خلالها بدون لا يتفكر المشكلة التقنية هذه البرنامج منها الصوب وشلون أسوي فهني ينطلق جميل حلو حلو عجبتني هذه لأن نوشو أكثر الناس اللي تسمعنا بيكون هدفهم يعني أكثر متابعين عندي بالقناة لأن الناس اللي يصيرون يقول له أو ثري دي آرتست أو ثري دي آرتست بشكل عام طيب فأكثرهم يعني هذا اللي أتخيل لأن أكثرهم إذا كان عندهم خلفي بتكون عندهم خلفي في الرسم العادي وأنا لاحظ صار لي فترة طويلة عندما أخذت في الكميونيتي العربي ثري دي بشكل عام الكل مركز البرنامج البرنامج هذا كل اللي أسمع تريد أن تنحات زي برش تريد أن تصمم لا أعرف شو ثري دي آرتست فالشيء أنا أول ما أخذت المجال أنا طحت في نفس المشكلة أن أنا أتعلم البرنامج بس حقا أتعلم البرنامج ترجم لترجم لترجم أسمي البرنامج أم أسمي أم عمل يعني هو الاسم الدارج ليس عمل ليس عمل جميل ترجم البرنامج إلى البرنامج اتعلم هناك واحد قالت أنني أم تحديد أخصيات في زي برش أتعلم فأنت تكون نصيحات من الصفة إذا أتكلم سأقول يعني خنقول مجال الفقرز والشخصيات تعلم تشريح تعلم تشريح لأن أنت بتنحت إنسان إذا ما عندك أي خبرة أو أي معلومات في يعني شكل الإنسان النسب قياساته ما راح تصيده ما راح تطلع النتيجة المرضية من بلد خنقول الدجتال فيه اختصارات بس يظل قوة الفنان في أدواته وفي معروفته في هذا الشيء لأن أنت ما راح توقف عند كل زاوية وتقلب 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 صعب لازم عندك البيسيكس عندك إدراك ووعي للأبعاد ونسب الإنسان عشان تنطلق مرتاح جميل هو شغلة فأنت فرايك هل يخلط بينه يتعلم الدجتال والترادشنال ولا لا لأن هذا الشغلة هو شغلات اللي أنا فكر فيها أنا جربت الشخصيات والفقير من هالكلام بس جربت بالعقلية القديمة أن أنا قاعد أتعلم زي برش يعني أي برش أستخدم أي شغلات زي كده والنتائج اللي شفتها ما كانت مرضية بالنسبة لي وبعدين وتعيت على موضوع في أساسيات أتعلمها في شغلات زي كده حلو يعني أعمالكم الأعمال خلتني أفكر أنه ممكن لو أتعلمها الترادشنال أن أنا أمسكها وأجربها راح تترجم بعدين في الزيبر لأنه من ناحية التقنية أنا أوكي سنلل ينقصني أساسا الأساسيات فهل أنت تشوف أن الواحد أني يتعلم الترادشنال راح تترجم شكل ممتاز في وقت كسير أو كم ممكن يأخذ له يعني شوف أنا بالنسبة لي لأنه تعلمت الترادشنال بشيك على الدجيتل المشكلة كانت بالنسبة لي الجانب التقني عندي أصدقاء رائعين صراحة وما أشتغلوا يدوي تجارب بسيطة تشفي مرة مرتين بعد تجربتهم أساسا بالدجيتل وطلعوا شغل حلو لذلك أنا بالنسبة لي يمكن ما أخذت التجربة حتى أقول إيه والله روح يدوي بعدين روح بس أعتقده يبقى الواحد يتعلم الأساس كتشريح أبعاد النسب يعني شوف الدجيتل في النهاية حال حال اليدوي أنت قاعد طالع كتلة الدار نحن بشاشة واليدوي بدون شاشة بس الأساس اللي يربط بألة أثنين هو خنقول مخزونك المعرفي للتشريح مخزونك البصري من تجارب وخنقول ملاحظتك للي حولك جسم الإنسان صور صور تشريح وغيرها ويبقى جانب التقني في البرنامج أو في الطين يعني الطين والله أنا أستخدم الأداة هذه أو أستخدم هالأداة نفس الشيء بالدجيتل أستخدم نحن 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 من الأشياء اللي سبحان الله يعني متشابهة ولفتة نظري وهذه من يعني من الشغلات اللي تعلمتها بعديني إن أنت في اليدوي ما تدش تفاصيل لين خلاص تتأكد إن أنت أسست كل شيء صح خطيت خطوات وائد قبل الله يعني من الشغل خنقول ما يقارب السبعين بدمين بعدين تبدي تفاصل وتدش نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء تدش مباشرة للديتيلز رح تشوف البرنامج ما يتحمل يصير تقيل أي تعديل يصير صعب غيعت وقت وائد يمكن هذه المعلومة تشترك بالأثنين ومو بالضرورة أنا أعرفها باليدوي قبل الدجيتال فالمشترك الحقيقي بينهم هو في الدرجة الأولى التشريح المخزون البصري من ملاحظة والذهني اللي هو من معلومات من نسب وتشريح وغيرها حلو فممكن هم الجواب المختصر ممكن ما يدش لليدوي مباشرة بس يكون عنده هذه الخلق جميل التشريح واحدة من طبعا أنا أعطيك الباكراوند مالي أساسا تمريض حلو تمريض نعم زين فدرست تشريح في الجامعة وكرهت أم التشريح زين فبشكل عام والتشريح مادة ثقيلة هو الثقيل طيب فأنت كيف أنت قلت أوكي حين تعلم تشريح فأسألك السؤال المنطقة اللي بعده كيف ممكن أتعلم تشريح هزاسا أتعلم تشريح شوف أنا كنت طالب مشتهد في دراستي حقيقة زين بس يعني بس كسول شايف شايف الطالب اللي قبل لمتحانة بليلة يدرس آخر مفير ودشي بدرجة زين هذا عملا قولي ادرس قبل مستحيل اندرست قبل راح دش بالطوفة ما عارف حلو فهذا عشان اقول لك ان انا مجتهد زين بس كسول هذا الجواب المختصر فلما اندشيت على التشريح لانه مثل ما تفضلت يعني خانة ثقيلة خصوصا في التعامل في موضوع الفن انت لما تتمسك التشريح زين متأكد ان الجزء من الاشياء الثقيلة على قلبك كانت الأسماء أو التصنيات العضلات العمام ف احنا في الفن ما نحتاج اساسا هذا كله نحتاج نعرف انه والله التشتف ثلاث عضلات أو ثلاث مجموعات عضلية الباي خنقول عضلتين وورا التراي ثلاث عضلات ففي شغلات بسيطة احنا نتعلم الصدر كم عضلة السيكس فاكس يعني شغلات بسيطة احنا ناخذها ومع هذا كتكسول الطريقة اللي أنا اتعلم فيها التشريح كنت ارسم فان آرت انا ما كنت احب ولا يعني ما كان عندي اهتمام وشغل في الفان آرت بس عشان احب التشريح قمت ااخذ شخصيات 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 تكن يمكن اللي يشوف اكامتي في الاسستغرام رح يلاحظ الشيء فعلا لاحظ احب التشريح ما شاء الله راجع احب التشريح حتى ان ترى اذا لم تكن تغطي التشريح التكن احب التكن احب التكن صح؟ كان جاي عندكم احب صح ستريت فايتر التكن حلو حلو فهذا اللي كان كان يشجعني كنت ارسمها بمبالغة قد يأتي يعني ستايل ستريت فايتر فور بالذات كان في مبالغة فكنت ارسمها مبالغة هذه المبالغة كانت كثير ناس تنتقدم ما كانت تدري انني بالنسبة لي هذا طريق في حكم وتشريح وفعلا هذا خدني لان كان يعني كان في كل تجربة مشكلة فأروح وطالع الظهر وطالع اليد وطالع الريل وطالع هذا كول لتأسيس لموضوع التشريح في المستقبل حلو حلو طيب انت ما يسم تعطي له ورشات عمل صح؟ ان شاء الله يوم لأيام نحضر عندك ورشة عمل اتشرف ان شاء الله تعطينا طيب طبعا ورشة عمل تسويها للناس من الصفر تكون ولا واش الشغلات اللي تركز فيها للناس اللي جايين من الصفر لان انا عارف انه اي شخص بيدخل في اي مجال جديد يكون اشياء كثيرة موجودة فانت ما شاء الله انت قلت لي انك استاذ تربية فنية صدفة انت ثاني واحد حين استاذ تربية فنية ما ذري لا تعرف ولا لا بس واحد اسم عبد رحمن كبيسي اشتغل لديكم في الكويت هو مصري واشتغل لديكم في الكويت الى الان لا رح حصل للشغل في السيديو حاليا في بريطانيا ما شاء الله الله يوافق انا ترى من البودكاست اللي انت قابلت عرفت انه مصري مسعيد ان عندنا هذا المستوى العربي المبهر صراح بس هو جن لكم الكويت ما كنت تدري اصلا صدن قال انه رأي التعليف الني في الكويت ماشاء الله لا وماشاء الله علي يعني ماشاء الله علي فعمو ارجع لك للسؤال خاصة انه اي واحد يدخل اي مجال جديد يكون عنده شغلات كثيرة 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 فانت كيف ممكن تمهد لشخص يدخل هالمجال عندك في الورشة يعني انا في العادة اول شي لا بد اعطي اللي بنسوي من اي تو زي يعني التهيئة اللي تقدمها كمقدمة انه والله احنا في البداية راح نتعلم تشريح نتعلم شنو الخامة نفسها وطبيعتها لان احنا نتكلم حين طبعا ترادشنا اللي هو طين الادوات تبدي تعرف تبدي تعطي اغلب الورش تقريبا كان موضوعها شخصية محددة سواء هنقول منها دابنشي فانغو ففي هستري او تاريخ انت تقدمها للناس تعرف في الشخصية هذا بعد ذاته يخلق نوع من العاطفة والحب لانه يخوب هذه التجربة ويصبر على اليوم من شقاء معاي زي لحد درجة فعلا لانه لانه يعني شوف النحس مشوار شاق يعني انا اقوله ما يصبر عليه الا انسان فعلا حاب بالمجال هذا فانت تبتخفف على الناس خصوصا هم الانسان سبحان الله لم يدش على شي يديد حتى لو حاب رح يكون في عنده نوع من الرهبة صحيح في عنده من النوع من خصوصا بعض الهوهوبين يكون عنده خوف بعد زيادة من نقد الناس لو فشل او لو طلع نتيجة اقل من الهوهو متوقعها والناس متوقعين ها فدائما هذه التهيئة وهذا يعني خنقول التخفيف عنهم في البداية يخدم فبعد هذا نخوض المشوار يعني هذه عادة هي السلوب الأهيئة في الناس جميل يعني كلمتين أنك تعطي من A to Z معناها أنك تعطي له أهداف نهاية الدورة طحيح ويكون موضوع شخصية وأن تخلق هنا الحب وهذه الشغل هذا جانب ثاني سأتكلم عنه وأتوقع لأن أنا أحب أن أتكلم فيه مثلا وأعطيك خلفية على السؤال قبل كم أسبوع وهذا الشغلة تتكرر دائما أشوف أنا يعني داخل في Facebook حق ناس 3D وفي ناس تنحاد وناس تسوي interior design كثير من الناس مثلا يدخل يقول يا جماعة أنا جديد كم يبي لي عشان أوصل مرحلة الاحتراف فتشوف أجوبة غريبة يعني تشوف مثلا كاتب لك لا تخاف أنت بسنة شاهد كم المقضعة فلاني وطبق كم شي خاص أنت توصل من نص الاحتراف حلو واحد يعني يحط شخصيات اللي يسوي الفقر اللي ينحتها ومبين أنه ما في ما في أساسيات في التشريح أبدا صفر لا في التشريح ولا في النسب وفي كل شيء من زين و الردود اللي تجيله ويستمر على نفس أغلاط يعني حلو تميل خش الشيء وفي ناس بعد سنة ونص ناس كفيرة عارفهم تركت المجال سنة ونص سنتين أنت قلت تكلمه قبل شوي أنك لما جيت تعلمت الدجتال شوي خلاص تنقر ليش صاير كذا صح صح فموضوع الصبر زائد الشغف زين زين ما قلت في البداية أن عمك صح لأن صح قالك تبع واني وديك قلبك حلو صح قد وين صبر هذه الشغلة ومشاهدة لن أوصلها أجماعة ترى المجال شاق ويبيله صبر 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 صح وش تقول لي عن موضوع الصبر يعني شو أنا أقول لك يبيله مو صبر يبيله عنون إذا كانت واحدة من مصادق الصبر ما أعلم بس يبيله عنون في مرحلة معينة إعناد مع نفسك إعناد مع هذا الشخص اللي يطلب الراحة يطلب النفس هو خلاص ترك كلنا يعني حتى سبحان الله اللي محتاج واللي مو محتاج اللي محتاج خنقول عنده حاجة أن هالعلم والله رزقته أنا عرف واحد أصدقاء يعني متغربين في بلد معين ومحتاج هو ياي أصلا يطلب الرزق وتشوفه كسول تصدن وفي نفس الوقت تشوف شخص يعني لا هو شيء في الداخل في النفس أول شيء ما أدري هو شغف أنا بالنسبة لي يعني أنا أشوف الموضوع الشغف الشغف بحد ذاته يعطيك دافع في فضول وفي أعناد يعني أنا أعطيك في محطات عندي منحوطة صبيتها قالب مرحلة القالب عندما نتكلم عن القالب اشترك فيه الديجيتال واليدوي الديجيتال بعد ما تطبع خلاص أنت الدشعة قالب جميل القالب عشان أتعلم اليوتيوب كان بعد ما ما فيه وائد فيديوات تخدم تساعد فكان وائد صعب عندي منحوطات اختربت عندي فلوس خسائر وائد دفعت وتروح المواد تيك مواد خربانة وشغلات وائد بس خلاص انا بالنسبة لي كان مفتاحي للنحت اني ما بعد الطين لازم انا عندي خطوة الطين خام هالك راح اصوي ينشف يتكسر لازم لليت بي عندي حل فهذا بحد ذاته موضوع اذا ما عندك صبر وتواضع انا ترى من الاشياء اللي مساعدة تقولها مساعدة خصوصا لما تكون من زين في النحت التقليدي لما الدشعة الديجتال تبدي تشوف يقلل من مستواك تبدي تدع مطور لازم تتواضع انك اوكي لازم منزل شوية واسمع المعلومة واصبر على المعلومة ودور ابحث عنهم علشان انا تقدم ولا راح اترك فهذه الاشياء هي شغلة كبيرة بس خلاص انت امامك كيكة اذا طبختها بالفرن بسرعة وتعليت على تحترك نفس الشيء في الفن نفس الشيء في النحت هل واجهت هذا اللي يسمون البرن اوت الكلمة العربية مخيفة احتراق الفني انك دعنا نعطيك مثال نفسي فكرة ان انا استسلم 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 واترك مجال 3D والفن بشكل عام هذه مسكتها ورميتها خلاص هذه ما هي موجودة بس باللحة احس ان خلاص ما اقدر انتج ما عندي تركيز في ارهاق مجال فكل يمر فيها هذه فأنت لما تمر في هذه كانت اشكاليتي في الفن ان هذه ان انا ما انا قادر امسك خلاص ما احس ان انا قادر لان التفكير كان منطقي التفكير المنطقي ما رح يوصلك لمكان لان الفن ببقى شي حسي زين وسبحان الله الله يدع في الانسان ميل للاشياء لذلك الطفل تلقى واحد حركي او يحب الرياضة واحد ثاني تلقى قاعد يرسل عطى ورقة وقلم والوان اصلا تنساه بعدين يقول هذا شون ساكن فهي هي شغلة سبحان الله هذا اللي خلي الانسان اول شي يصبر على هذا المجال الشغلة الثانية شون سأل ماذا سأل ماذا سأل كان على الموضوع الاحتراق الفني لما تتعب كيف تعمل الشغلة الثانية كلنا نمر فيها انت احيانا الشغل يهلكك ذهنيا ويهلكك جسديا انا تعد واقف جاب للمنحوط بالساعات او ان انا امام اكثر من شي في المنحوط خلاص احيانا تجهد ان يهد الشغل قوم ارتاح انساه ولا تفكر يعني هذا التفكير ان انا والله ام راح يقل مستواي هذا ترى كلنا نمر في طبيعي بس لازم واحد يطنش يسوي شي تاني راح يلقى روحة خلاص غير الروتين يرد المود مرة ثانية للفن او ممكن يشوف واحد من الفنان ينسوي شي صدنا حس ان اريد مرة ثانية فيرجع ويستمر ويستمر حلو حلو ارجع لك على انشاءاللات التقنية انت قلت كلمة موضوع الوركفلو تتكلمنا عن الوركفلو مالك عندما تنحت من الصفر يعني في العادة ان اذا انت تنحت شغلة تجمع لها صور ومن هالكلام ف بك تاخدني من هذه المرحلة لين آخر مرحلة شوف بالنسبة لي انا رب نحت من الاساس لازم يكون بيني وبين الشغل ارتباط عاطفي او قناع ان هذا يستحق الساعات اللي ببدل حلو اقصوصا النحت يطول ومتعب فعادة يكون هذا السبب الذي يدفع وهذا السبب الذي يجعلني عادة لا أخذ مرحلة الشغلة الثانية التي ممكن أن أخذ فيها يطلع المسبة في يدفع عني وعادة الناس لا ترد علي من أن يقوم ماطين الساعر كيف عادة الناس لم ترى الصورة الكبيرة تستهين بالموضوع والله أرى أنا أقدر عاطفتهم وإعجابهم ورغبتهم ولكن لم أطلب هم لكن هذا لأن شيء قليل ونادر عندنا في الوطن العربي هذا الذي لا يترك مجال الذي يتصور سعر فهذه الشغلة الأولى الشغلة الثانية أبدأ مثل ما أتفضلت أجمع صور كثر ما أقدم في السابق ما كنت أسوي هالخطوة بما يكفي لذلك كنت وهذه الأشياء التي تعلمتها من بعض الفنانين المحترفين هذا لدور كبير في تسريع عملك في النحط لما تكون كل المعلومات متوفرة كل الرفرنس ضدامك خلاص أنت مباشرة ترفع عينك الطالع طبعا نبين وياك أنا عندي شاشتين فوق تحت اللي فوق عادة هي اللي أنا أطالح فيها تحت طبعا اللي هو التابلت اللي أشتغل عليه فمباشرة ترفع عينك تنزل هذا مهم جدا وبعد ها خلاص البداية عادة تصير توزيع الكتل أن أنا بالله بان حت فلفقة وأحوز كتلة الويل الإيد كذا بنسبها بدون ديتيلز أبعد ما يكون عبيتات وهني عادة تبدي أنت تشكل إذا نبنتكلم عن تبدي أنت خلاص تراقب إلى حد ما الرفرنس وتمشي على خبرتك في التشريح أنه والله الويل ثلاث أثلاث ونص العرض الكثير خلاص تبدي أنت هنا تكون الكتلة الأساسية وشوى شوى مع متابعتك للرفرنس تمشي تقرب 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 إلى أن توصل ل يعني خلاص مرحلة الشبه الأولي هنا أنت تبدي تكسر تكسر التماقل طول الوقت أنت تشتغل بالسيمتري صح هنا تكسر تبدي تخصص النص اليمين للشبه حسب الصورة النص الإسار وتبدي تغيير ساعة وغالبا يمر عليك أن الخشم عوي هذا طبيعي أحيانا يعني عموما ف أعطيك مثال أهلا بسيط ذكرتنا حين طبعا مثلا أنا خشمي فيه عوجة هنا طول حياتي ما أنتبعت إلا لما بدأي نلبس مستشفى مع الشغل أرى الكمام صار كذا فهذه فعلا من الاختلافات الموجودة البسيطة جدا لعيونك لازم تدرب أنك تشوفها على الصور المرجعية يعني فهذه تسويها في المرحلة الأخيرة أنك تكسر الساعة هذا تقريبا بعد 50 بلنية أن أنت خلاص أنت الآن صدت البوهة لكن أنت تبي خلاص تحط علامات المميزة الواضحة تبي تقول أن هذا أقرب ما يكون للصورة الفوتوغرافية طبعا هذا كان هدفنا من الموضوع وما بعد هذه المرحلة يعني خلاص سبعين بالمئة خلاص أنت تبدأ في مرحلة الديتيلز أن أنت تبدأ توضح الأبعاد خلاص الأعمار إن كان تنقول هنا صب يعني فوق الأنف أو فوق الفن الحدود الزوايا الحادة في العين في الأمار المختلفة اللي خلنقول 80% تبي أنت تدش في مرحلة الـ ألترا ديتيلز أنصح التعبير أو هاي ديتيلز اللي تبي تحط ملمس للجلد ملمس الحبوب إذا كان في ويها حبوب التفاصيل عادة دقيقة اللي يبيها نزالت هل صحيح أن هذه الآخر الخطوات لما الألترا ديتيلز هذي تاخد وقت طويل جدا يمكن تاخد أطول من العمل نفسه والله شوف أنا ما أعتقد هذا الجزء الصعب ولا اللي ياخد وقت ممكن ياخد وقت هو تايم كونسيومي إن صح التعبير بس أعتقد التحدي والوقت الحقيقي في أنك تصيد الكاركتر والطلع وهو تقريبا 70% إلى 80% جميل حتى لو أخذ وقت أنت بالنسبة لك خفيف عليك لكن لا أعتقد هو أكثر الوقت الحل طيب سؤال و لاحظت أنه هناك مشكلة وأكثر للناس فنانين خاصة لديهم وعندهم فالوور سيئ وائد أن لأن يأتي واحد يرسل لك مثلا ثلاث صور ويقول لك أعطني نقد أو أعطني feedback في وجهة نظري لا هي الطريقة الصحيحة أن يطلب feedback لأن الآن ينسى أن ينسى وعايش بوجهة نظرك وما هي الطريقة الصحيحة أن الواحد يأخذ feedback من عندك حلو سمعت أحد الأشخاص كان يتكلم أن قال للمتابعين إذا تابعون لدي مشكلة لكن سأجدون لي بالضبط وما تعطوني أعطيكم feedback على ما بالضبط فأنت وجدت نظرك كيف يمكن أن يأتي ويسألك على feedback للأمانة النادر جدا أن يطلب feedback لأن فعلا النحاتين في الكويت ولكن في الوطن العربي قليل حتى الناس الذين يطلب feedback عادة يكون جاد أن يحتاج هذا push والتصليح الذي تعطيه أو يكون نوع من الشو وعادة لا يحدث هذا الشيء لا صار لك قليل قليل أو نوع من الدفعة الإيجابية بس كلام حلو شوية شجعة أعتقد أعتقد يحدد ما يري يعني فعلا نخلى الموضوع عام أنا عموما بشكل عام أرحب في الموضوع لأن الموضوع نادر ما حسيت أن هذا قاعد زاخني في يوم وإن كنت بطيء في الرد صراحة في الإستجرام وأتمنى اللي يسمعني يعذرني بس يعني أنا أعتقد إذا يحدد والله عندي مشكلة في الشغلة فلانية وإن الشغلة فلانية راح تسهل الموضوع جميل طيب التابلت التي تستخدمها نزين هل عندك أي نصيحة عليها لأن هناك ناس يسئلون عن تابلت أو تابلت ناخر فأنت ما هي نصيحتك بالنسبة لهم والله أرى أنا يعني مشوار بالدجيتل كان أغلب في واكم سنتيك كان عندي واكم سنتيك 21 شرالي يا حسن أخوي الله أحفظه أخوش هدي إيه في 2007 أعتقد أو 2008 بدلت قبل 20 شهرين مشكلة واكم سنتيك 21 الشاشة بدت تتزلغ وتنخدش وصار خلاص بنسبة لي يعني حتى ما أشوف أصلاً ما كان واضح فكان لازم أغير عندما يتغير شفت أسعار واكم صارت وائد عالية والمنافسين وائد الصدف الحلوى إن شركة هويون ما أدري بأن طرفت الاسم صح هي شركة صينية وأيضاً وايد تقدمت في هذا الوضوع صناعة التابلت مساوية عرض على تابلت تي بي عندها 2K طبعاً النحط مو محتاد Intel High يعني خلنقول 2K 4K بس كان فرصة وصراحة سعره ممتاز يعني ما بيأقول لأن موضوع الغلاء والرخص نسبي بالنسبة للناس بس أعتقد سعره معقول مقارنة في واكم جميل قلت خلق أجرب والأمانة أنا جداً أصح عشانك وما يدرون عني وما يدرون عنهم النقل انتحدث عنها وما ولكن جداً رائع وعطني الأذية وزيادة و جيد حلو ممكن لوصل للنصر الواكم و بس مع تنزيلات أو بس بحروة يعني أقل من 100 دولار كان يمكنك 800 دولار أو ربما لا أكره بالضبط ولكن كان شيء في هذا التقدير جميل طيب أتذكر قبل كنت أرويز شباب بحسابك وأقول لو أقدر أفعله كما كان جمعت الفقرات صرت أنا أفعل الفقرات مالي طيب حسنا حسنا أتكلم عن ثري دي برينتنج والفقرات التي تفعلها دعنا نبدأ من ناحية كيف تعلمت على موضوع ثري دي برينتنج وتكلفة نفس الفقر الواحد التي تفعلها وأنت أتوقع بعدين أنك تلونها صح؟ صح بعضنا ما شاء الله مزاد حلو ميثم صراحة حبيبي حسنا كيف بدأت موضوع ثري دي برينتنج طبعاً أنا لم أكن أهمي ثري دي برينتنج بالدرجة الأولى كان أهمي أن أتعلم في البداية النحت على البرنامج عندما أحسيت أن شغلي يستحق لثري دي برينتنج قلت أنا بالغصب تعلمت زي برش الآن أريد أن أتعلم على جهازي وبرمجة يفيدك خصوصاً عندما ترى شكل ثري دي برينتنج أو الفايل وضع عليه ثري دي برينتنج وشلون تضع ثري دي برينتنج يعني بالنسبة لي كان لا لا أريد أن أتوقع هذا جداً يكون شخص هاوي يحاول يكون له بزنس فيتلقى يفعل شغلات بسيطة لما يدش على فقر معقد ما يقدر يطلع أفضل معه فيه وأشخاص ثاني بنفس الطريقة يعني حتى ما يقدر يبتزم ويعطي الوقت بالنسبة لي كان مزعد يعني وصلت لمرحلة فقط قلت يبقى أنا التجارب هذي تواصلت مع الشركة من الشركات في أحد الدول الخليدية ودفعت مبلغ معين وعطاني الشغل أيضاً يعني بكواليتي كلش تعيز مع علمنا طابعة رزي فهنا أنا قررت أن خلصاً غصباً علي بدخل وبتعلم وأبي أتعلم فصار هذا اللعناد الداخلي وفعلاً يعني شريت لي طابعة وملشت أيضاً بنفس الطيقة بس عمول هو أبسط من زي برش كان الموضوع والحمد لله هي تجربة ورا تجربة ورا تجربة وصلت لي أيضاً سهل هل هو مكلف أنك تطبع المواد نفسها الطبعات الفقر ومن هالكلام الحين لا الحين لا يعني تطور الموضوع وايد رخص الموضوع شركات منافسة وايد يعني أول نتكلم عن طابعة رزي بسعر كبير يعني خنقول حين بتكلم بالدينار الكويتي نتكلم عن طابعة سعرها خنقول من ألف إلى ألفين الرزي ما لهب مجرد نتكلم عن الرزي يعني سبعين دولار سوري سبعين دينار كويتي الآن الطابعة طابعة الرزي يمكن تكلفتها أمية دينار وهو ثلاثمائة دولار مصح التعبير الرزي تكلفته عشر دنانير وهو ثلاثين دولار وفي الرزي هذا أنت تطبع الفقر مفرق لا تطبع كل كتلة مصمتة فيدوبك اثنين لير يمكن يكون كاتوا بالنسبة لك أن تطبع الفقر وتلونه وتحوله لموضوع القالب والمراحل الحالية آه جميل فأنا أشوفه جداً أنت قاعد توفر فيه وفي نفس الوقت يمكن أصلاً يكون أرخص من جهدك في اليده وموضوع التلوين هذا بس كهواي أم أنت تجربة أم أنه كان شيء في بالك تفعله موضوع التلوين مشابه لموضوع 3D كنت أتمنى أن أجد أحد يمسك هذا الشكل لا أستطيع أن ألون الحمد لله تجربتي في الفنون التشكيلية والرسم وشغلات أعطيتني بسهولة أن أدش لأننا قاعد نستخدم بشكل عام الألوان الأكريليك فهذه من الخامات التي نفسنا فيها أسافر كأن أنت قاعد تلون لوحة بس على مجسن حلو وهم أنت تدري أنت لا تدير تتحكم في الناس وخصوصاً هذه الهوايات أو هذه الشغلات عندنا قليلة نادرة في الوطن العربي فصار لنا أوكي ميتان ديش في الموضوع وهذا ما يجعلني فإذا أصبح لازم أن ألون فقالي أدخل حلو صراحة فعلاً استفت من كلامك وحاب أن ألخص بعض الأشياء التي لقيتها كما ترسخ الفكرة في المشاهدة التي يسمع وهو كما قلت لك، أنا في الرئيسين أن أصل إلى الناس كيف يمكن أن يصلوا إلى مستواك حلو، فأنت تشوفها حين أن أن الواحد لا يفرق الميديم اللي يتعلم سواء ترادشنا أو زي براش تعلم الأساسيات ومنها أولها التشريح والتشريح أن الواحد كيف يتعلمه لا يحتاج أن يحفظ الأسامة بقدر ما أنه يخزن الصورة في مخة كلامي الآن صحيح صحيح فمجرد أن تثبط هذه الشغلة تكون لديك الأساسيات كما قلت في البداية، الميديم ولا يفرق هل هذا تشوف؟ اسمح لي فقط نقطة التشريح ليس معنات أن أشجع الناس أن يحملون الأسماء وشغلات هذه لأن شوف كل ما تعلم زيادة، كل ما أخذها هذا مثبت هذا حد طبيعي ولكن أنا كفنان حاجتي أن أحفظ أن هذا التكوين لا أعطي اختبار تشريح في نهاية الطب أو غيرها فعلا، فعلا ما شاء الله، نصف دفعة الطب أنا في التمريض، ولكن نصف الطب نصفهم رسبوا في التشريح وكان كثيرا ما كان صعب طيب، ميثم عادة أحب أختم بسؤال وسؤال هناك بعض التعقيد ما هي نصيحتك لنفسك حاليا، ما هي نصيحتك لنفسك أول ما بدأت؟ أوه، هذا ما توقعت لأنه فعلا، يعني يبين للواحد ما يحتاج أن يحسن أو ما كان المفروض يحسن أول ما قبل؟ شوف، أتكلم بشكل عام بدون ترتيب جميل، جميل أول شيء بالنسبة لي كان واحدة من أكبر المعضلات الخوف أنك تخاف تخطئ، أنك تخاف الناس تنتقدك على أن أنت ما أديت الأداء المتوقع منك كشخص من طفوته يقول له أنت موهوك هذا الخوف يجنبك وأقدر أزيد، في ناس تخاف من أكثر من شيء فالخوف كان بالنسبة لي واحدة من المعضلات مع العلم أن أحيانا أكون جريء أو أنيد مادري غريب متمرد لصح التعبير بس هم كان كنت أواجه خوف في داخلي تغلبي على الخوف هو اللي أعطاني الأمطلاقة الشغلة الثانية، وهذه واحدة من نصائح الذهبية اللي قال إياها عمي فريد عبدال وهذا أقوله لنفسي في الماضي قال لي برد عقلك ودف قلبك ممكن هذه نصيحة وايد فلسفية بمعنى عام، ولكن إذا أطبقها في الحياة بالخصوص في الفن الحكمة في الموضوع أين؟ أن العقل طبيعته يحطيك من الأفكار والحدة في التعامل وفي حكمة على الأشياء في حين أن القلب إذا كان دافي، حنون، أو قل نقول محب تعاطيه مع الأمور رح يكون مختلف في الفن، إحنا نعتمد على الحس أكثر من التفكير، نحتاج التفكير جزء من عملية الإداعية التفكير بس هو القلب، إذا أنا بمشي بالموضوع ككتاب أو كقانون سأحصل الفن جامد، سأحصل هندسي، ممل بس هذا الحس وهذا الدفل اللي يطلع من الإحساس الإنسان هو اللي وصل لي جماليات تبهم، وما تطلع من التفكير أم أعطيت نقاش عريرة به والله؟ الحمد لله لأن كرامك صح، مية في المية، وهذا يعني أنا كنت متوقع أن يكون كلامنا أكثر تقني بس هو فعلاً الميديوم اللي أنت تشتغل عليه ما يفرق ما يفرق في النهاية أنت بتوصل شغلة زي تبتوصل قصة، تبتوصل فكرة يعني في النهاية وهذه المرحلة أشوف أن الناس وايد من اللي يبدون يعني التراديشنال خلاص، أنه حاب يرسم، حاب يسوي شيء بس ناس كثير من اللي يبدون كدجيتال خاصة في الموضوع التصامي الثريدي أنا أشوف يعانون منها حين بعد تقريباً 13-14 تسجيل حلقة في البوردكاست قمت أشوف نمط معين أن كل الجماعة يعني أغلب يعني كلهم اللي استضافتهم حقيقة وأنجزة وشغلة مستواهم مرة كويس ما حد كان مركز على الموضوع التقني بشكل كبير أبداً أبداً الموضوع كله كان الشغف والحب ومن هالكلام هذا بالنسبة للناس اللي وصلوا إلى مستويات مرة كويس في الجهة الثانية الناس اللي تعوهم بارية كل تفكيرهم تقني وهذا الشي اللي يخلق روح الاستسلام والعصبية وأنهم ما يصبرون حتى واحد كسر خاطري قبل كم يوم جاء يمكلمني في الفيسبوك قال يسألني سؤال ومبين أنه من العصبية أو من الزعل اللي هو فيه كاتب ليقول يا أخي لو ما تعلمت أحسن لو ما تعلمت أفضل ففعلاً أنا أقول لك أنا ما توقعت أن كلامنا يروح كثير لموضوع الشغف والحب بس هو فعلاً في النهاية في النهاية نقدر نلخص كل هالأمور في موضوع الشغف والحب ونصيحة اللي أعطاك يا عمك صراحة هذه نصيحة فعلاً ذهبية برد عقلك هي فعلاً ودفق ودفق صراحة ما توقعت أنه ممكن من جد من جد شكراً أشكرك صراحة فعلاً 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 أعطيتني نظرة مختلفة تماماً على موضوع الفن والنحط وربط النحط التقليدي والدجيتال صراحة أعطيتني فكرة جديدة وأعتبر نفسي أنه حين زدت أممكن عشرة لفظة ما شاء الله على رأسي أنا اللي أشكرك صراحة وسعيد فيه لقائي معنا وسعيد في هذا الوقت الجميل من دوائنا بالعكس وسعيد هذا الأداء المميز الذي تقدمه نحن نحتاجين هذا النوع من اللقاءات الحلوة التي تفيدنا كلنا وتأثرينا وتقربنا من بعض لأن الفنانين والدجيتال بالذات أعتقد نحتاجين هذا النوع أنا أنا أكون صريحة أحاول جاء أكثر واحد قال له وهذه الشغلة ممكن أن في أي مجال أحس أن أنا سيئ حتى عندما يرسم أحس أن سيئ والناس عجبا ماذا حسيت أو لا؟ أنا أراك رائع جدا على رأسي على رأسي حقيقة حقيقة مونير لا مجاملة رائع جدا يعني أنا يمكن سؤالتنا قبل قليلا أنت تابعت أكثر من اللقاء الأسئلة التي كانت في قنوات محترفة كانت سيئة في واحدة من القنوات داشة رأيت اللقاء قديم بايقة الأسئلة قاعد تسألي نفس الأسئلة من قناة ثانية أبهرني أن باللفظ وبالحرف مونها الدرجة فلا ما شاء الله عليك يعني أداء وجميل وبالعكس يعني رائع أنا صراحة على رأسي على رأسي حقيقة في النهاية البوركاست اللي قبل كسجلت مع واحد أنا من المغرب الفنان عمر وهو شغال حين في يوبيسوفت فلا اشتغل في يوبيسوفت بعد راح استيديو ثاني اسم كابسول ف طارت من بالي الفكرة طارت من بالي الفكرة الفكرة في وين كانت أن أنا قلت له أن السبب الرئيسي اللي خلاني يبدأ البوركاست أن أنا أنا باستفيد من الناس وكنت أحاول أن أشوف طريقة أن أفيد أفيد الناس كلهم وياي لأن في الله عليك المحتوى باللغة العربية بشكل عام نزين لسا ما أدري هل أسميه في حالة نضوط ما أدريش أسميه صراحة نزين فهذا اللي أحاول أسويه إن شاء الله الله يوفقنا وأقدر أسوي يا رب إن شاء الله بإذن الله يا رب يا رب أكرر شكرا لك ميثم وفعلا إن شاء الله 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 كنت قاعدت عند الوالدة اليوم وقلت لها إن شاء الله إن شاء الله أن تتيسر الأمور وإذا سأقوم برشة جديدة ميثم أنا أروح هنا وأكون موشور الساعة مباركة حبيبي الساعة مباركة تنورنا فعليك تسلم الله ميح حياتي لك الوادع الكريم الله يحفظها إن شاء الله وقليها لكم يا عبد حياك الله يخليك حبيبي كل التوقيتين اشتركوا في القناة